اشتركوا في القناة ولكن القمر ما رح ينتقل للقوس خلال هذا اليوم القمر الآن موجود في منزلة القلب وهي منزلة للضفر والنصر والثبات والربح والسلامة ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة عشرة وتسع دقائق من صباح اليوم الاثنين لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة الشولى وهي منزلة للضفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط طبعا القمر موجود بالعقرب عشان هيك منكون اكثر تطرفا في تصرفاتنا طبعا جميع الابراج منحبه بشدة او منكرهه بشدة منشعر بالانتقاد والغيرة وحدتهم بيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب ان نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لانه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطء الضغط عاطفي محبط بوسعنا الاهتمام بمسائل الها علاقة بالتأمين او شركات التأمين او قراءة رواية بوليسية مثيرة او مشاهدة فيلم مغامرات او اتخاذ قرار حاسم او شراء او استعجار بيت بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا الزاوية اللي ما زالت قائمة لغاية اليوم اللي هي زاوية الاقتران الايجابية لما بين عطارد وما بين بلوتو هي زاوية ممتزجة واخر يوم لتأثيراتها طبعا بتنتهي تأثيرات هاي الزاوية في ساعات الصباح تقريبا يعني لها تأثيرها ولكن تأثيرها بكون ضعيف اليوم مش زي الايام الماضية هاي الزاوية بتدفعنا للكآبة والهم والشعور بالذنب وبتزيد من عنادتنا وبتسبب لنا نزاعات شديدة مع محيطنا بعض الاشخاص ممكن يصير عندهم مشاكل لها علاقة بالقلب بسبب العصبية او حوادث عن طريق النيران بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تتشكل مع القمر عندنا اول زاوية زاوية تثليت ايجابية ما بين القمر وبين الزهرة وهاي رح تكون دروتها ساعة 10 و 16 دقيقة صباحا بتوقيت جرينينش يعني تأثير هاي الزاوية طيلة النهار هاي الزاوية بتأجج العاطف اتجاه الجنس الاخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميل والديكور فبيتحسن عطاهم وابداعهم اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليت ايجابية بين القمر وبين نبتون وهاي رح تكون دروتها ساعة 2 و 48 دقيقة عصرا بتوقيت جرينينش يعني تأثيرها من ساعات الصباح لغاية ساعات المساء بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدث وعليه فانه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك الفن والديكور والتجميل اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين الشمس وهاي رح تكون دروتها ساعة 4 بعد العصر بتوقيت جرينينش يعني تأثيرها بيبدأ من ساعات الصباح ولغاية ساعات منتصف الليل بخلق هذا الاتصال لدينا حاليا من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعك سلبا على علاقاتنا مع الآخرين اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين زحل وهاي رح تكون دروتها ساعة 8 و 52 دقيقة مساء بتوقيت جرينينش من واجه مصاعب عراقية اللي بتطلب منا ان نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وان لا نعتمد على الحضوض بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة إلى مواجهة مشاكلهم فبيلجأ للهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر اما بالنسبة للزاوية الأخيرة قبل خلو المسار هي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون دروتها ساعة 11 و 51 دقيقة مساء بتوقيت جرينينش يعني منقدر نحكي انه تأثيراتها من ساعات العصر إلى فجر يوم الثلاثاء هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ ساعة 11 و 51 دقيقة مساء اللي هي ما قبل منتصف الليل بعشر بتسع دقائق بتوقيت جرينينش ورح يستمر خلو المسار لغاية الساعة 31 و 31 دقيقة صباحا بتوقيت جرينينش يعني مدة خلو المسار تقريبا ساعة و 40 دقيقة لا ينتقل القمر ويستقر بعدها في برج القوس هذا بيعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقدة أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا اللي ما زالت أكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية الأعضاء التناسلية المستقيم الشرج الإحليل الغداد التناسلية المبايض البروستاتا عضم العانى والجينات هدول الأكثر حساسية اللي ممكن نراجع طبيب أو نعمل فحصات أو عمليات صغرى لهاي الأعضاء ولكن مش عمليات كبرى يصلح هذا اليوم لإجراء العمليات الجراحية ما فيه أي مشاكل مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المربع الأخير عمره 23 يوم فيه تمام ساعة 10 و44 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج بيصير نسبته تقريباً 50% يعني بيصير 24 يوم نسبة 50% اللي هو الربع الأخير منتصف بدر أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلوة حتى يوم 18-2 منتحسة بنسبة 50% الآن ورح تكمل طيلة النهار بنسبة مرتفعة من الانتحاسة القمر في العقرب حتى يوم 14-2 سعيد الآن بنسبة 45% في ساعات الفجر بيصير سعيد بنسبة 15% ساعات العصر بيصير سعيد بنسبة 45% في ساعات المساء بيصير سعيد بنسبة 60% عطارد في الدلوة حتى يوم 2-3 سعيد بنسبة 15% الآن في ساعات الفجر بيصير سعيد بنسبة 30% الزهرة في الحوت حتى يوم 22-2 منتحس الآن بنسبة 15% في ساعات الظهر بيصير منتحس بنسبة 5% المريق في الجوزاء حتى يوم 25 ثلاثة سعيد بنسبة 30% المشتري في الحمل حتى يوم 16 خمسة سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 7 ثلاثة سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور حتى يوم 29 ثمانية سعيد بنسبة 15% نيبتون في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 23 ثلاثة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل اليوم زي يوم أمس اليوم بيحملكم برضو فرص لمكسب مصدر شراكة أو تعويض طبعا اليوم إيجابي أكثر من يوم أمس صحتكم أو صحت قريب لأيكم بتكون بحاجة للرعاية ممكن يتغير الوضع لصالحك شرط التحلي بالليونة والدبلوماسية خصوصا في التفاوض ممكن تضطر لتقديم التنازلات أو تصحيح الأخطاء حاول أنك تتقبل آراء الآخرين بدون أي تحفظات بتنشغل بمعاملة أو ملف اليوم في فرص كثيرة إلها علاقة بالوضع المالي أو تحسين وضع مالي أو حلول لبعض المشاكل المالية برج الثور بينصب تفكيركم حول تدعيم شراكاتكم أهم شيء أنه اليوم تحفظوا على خدوء عصابكم ونظرة صوتكم لأن القمر مازال موجود مقابلكم ما تعرضوا لقاءتكم للفشل هذه الفترة فيها نوع من أنواع التوتر وتعتبر من أكثر أيام الشهر ضغطا عشان هيك بدك تحاذر من أي مشاكل اليوم ما فيه داعي للخصام ما تعادي أحد اتجنب الخلافات كليا لأن خصمك اليوم قوي وطباعك مش هادئة وإنت الحلقة الأضعف لأن طاقتك ضعيفة برج الجوزاء بالنسبة لما أوليد برج الجوزاء طبعا القمر موجود في البيت السادس اللي له علاقة بالعمل والصحة منجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم نظموا جدول غذاكم خذوا قصد كافي من الراحة من وقت لآخر بترتاحوا لسير بعض الأمور الروتينية بالرغم من كثافة الأمور أو الضغط عليكم أو العمل عليكم فبتكنوا تراعوا ظروفكم الصحية من بعض التقلبات ممكن اليوم تعيدوا ترتيب الأوضاع وتتحسن الأحوال نسبيا أكثر من اليوم الماضي برج السرطان بتجتازوا اليوم برضو يوم إيجابي أكثر من يوم أمس هذا اليوم بيعطيك طاقة أو بيعطيك البهج والانشراح أكثر ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا ماليا فرصة مناسبة لتحقيق إنجاز أهم شيء إنك تضع مخاوفك جانبا ما تتهرب الأجواء مناسبة للتلاقي للتعارف للحب للغرام للمصالحة لممارسة هواية الأجواء جميلة جدا خلال هذا اليوم وهذا يوم في برضو حضور برج الأسد ابتنهم كل يوم في إدخال تعديل على مسكنكم ومنكم أشخاص اليوم ممكن يغيروا سكنهم أو يميلوا لتقارب مع أفراد العائلة أو مديد العون لإلهم أهم مش إنه ما تسمحوا لبعض الالتباسات العائلية أو الشخصية بإنها تأثر على استقراركم ابتنهمكوا بحل مسائل عائلية أو شخصية وبتبدو شوي في نوع من أنواع القلق أو ممكن تتدمروا لأقل إشارة الضغط على المستوى البيت والعائلة وممكن خبر أو صحة أحد الأحبة تكون بحاجة للمتابعة برج العذراء بتنشطوا اليوم في الدراسة والسفر والاتصالات ويعتبر هذا يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة ولتعزيز العلاقة مع الإخوة والجيران طاقتكم قوية قدرة على الإقناع ممتاز هذا اليوم للمقابلات وأيضا للنقاشات والحوارات أو الترويج لسلعة معينة ممكن اليوم تفاوض وتكون مفاوضاتك ناجحة يعبر عن رأيك فهو بجراءة يعني زي ما حكينا بتتمتع بسرعة خاطر وقدرة على إيجاد الحلول بعض موليد برج العذراء اليوم رح يهتموا إما بسفر أو بسيارات أو بإلكترونيات برج الميزان بينصب اهتمامكم حول ضبط ميزانيتكم والفرصة متاحة للحصول على مال بيكون هذا المال يعني على الأغلب من عمل إضافي بتتحسن المعنويات بتقوى ثقتكم بالنفس بتختفي الهموم تطمئن هواجسكم أهمش أنه توضفوا أموالكم بشكل حكيم ممكن الفترة هاي أو هذا اليوم تحصلوا على ربح من جهة أجنبية أو دعم أو هبات مساعدات أشياء من هذا القبيل برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم النشاط أكثر الحيوية أكثر فأكر بينجد بلكوا برضو أفراد من الجنس الآخر بإمكانكم تبادر لخطوة جديدة من شأنها تدعم من مركزكم الاجتماعي تستعيدوا حماستكم وتنطلقوا في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة ممكن تتلقى إشارة أو خبر خلال هذا اليوم وتنتعش العواطف عندك وتزدهر اللقاءات ممكن تتلقى مفاجأة سرة وربما حدث كبير طبعا اليوم يعتبر مميز برج القوس ما زال القمر طبعا لغاية الغد لحديث ما يوصل لعندك فعشان هيك نعتبر هذا اليوم يوم آخر غير مريح صحياً ونفسياً ورغم عدم موجود أي مخاطر إنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل أو ضروري إخلدوا للراحة يبعدوا عن المغامرات والرهان على الحض ممكن نتعانوا من تراجع في الأرباح والمعنويات والحيوية لا تجازفوا بسلامتكم فترة تعتبر فارغة من الحضوظ لأنه لما يكون القمر في بيت المتاعب يعني تختفي الحضوظ معه برج الجديد بتنشطوا اجتماعياً وتلتقوا أشخاص بترتاحوا لصحبتهم وبوسعكم تحقيق أمني بمساعدة صديق تعتبر هاي فترة مميزة للتحالف للتعاون للمشاركة الفعلية في أي مجال اجتماعي أو لقاء ودي مع الأصدقاء اقتنصوا لألان رأيكم وللحصول على موقع معين اتفاعلوا مع المسؤولين بمرونة الأجواء جميلة جداً ممكن اليوم يعني يكون في دعوة لحضر حفلة مناسبة أو حتى عمل جماعي برج الدلو يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تحسين على طبيعة عملهم وبينجحوا في إثبات جدارتهم وليل رضى المسؤولين حافظوا على هدوكم ما تحاولوا إثارة الفتن تعتبر هاي فترة مهمة تمتحنكم أهمش إنه ما تضعفوا ما تستسلموا ما ترتكبوا الأخطاء وحافظوا على رصانتكم وتمسكوا بالمسؤوليات طبعاً ما بجوز مخالفة القوانين ولا أي شيء بشوه السمعة برج الحوت بيصلكم خبر سار من بعيد أو من خارج البلاد أو من جهة أجنبية أو بريد بتنتظروك وبتشعروا بقوة العاطفة مع أحباكم يوم مناسب لإجراء مقابلة بتستعيدوا حماستكم تنطلقوا في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة كما أنه اليوم ممكن تطلقوا إشارة أو خبر سار يعتبر هذا اليوم من الأيام المميزة بالنسبة لإلكم بتكون الفترة نشطة جداً وبتشكل محطة للإنطلاقة بورشة جديدة طبعاً رغم أنه الشمس موجودة ما زالت في بيت المتاعب إلا أنه هذا اليوم رح يعمل نوع من أنواع التغيير هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء